موسيقى موسيقى ذكر تقرير لوكالة الاستخبارات الامريكية صدر في التاسع والعشرين من يناير الجار حول تقييم المخاطر عبر العالم ان السودان يستمر في الانخراط لتحسين العلاقات مع واشنطن في الوقت الذي يعزز علاقاته مع شركائه الاخرين ويقول تقرير تقييم الخطر العالمية صادر عن مدير مكتب رئيس الاستخبارات الامريكي CIA في التاسع والعشرين من يناير الجار الذي رصده المركز السوداني للخدمات الصحفية ان الحكومة السودانية ملتزمة بمواصلة تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة الامريكية رغم انها تواجه ظروفا اقتصادية صعبة حيث تريد شطب اسمها من قائمة الارهاب كما اشار التقرير كذلك الى ان السودان عزز علاقاته مع الشركاء الاخرين بما في ذلك روسيا وتركيا في اطار جهوده لتنوية علاقاته بغرض تحسين اوضاعه الاقتصادية ويشار الى ان التقرير تقييم الخطر العالمي يصدر سنويا ويغطي دول العالم كافة من حيث التحديدات